موسيقى مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة لحلوات العيد عيد صغير ان شاء الله اليوم بش نعمل معكم وصفة البقلة والمبرومة التركية بش نعملوها بالفصدق نبدأوا بش نستحقوا أول حاجة البتفيلو البتفيلو توليت متواجدة في المغازات في البلايس الكل مكشون بش تحيروا بش تقاوها انا اخذت هوني باكو في 470 جرام كما تشوفوا نستحقوا زيادة الزبدة عادنا حالي ناخد سواء الزبدة ونضوبوها هوني اخذت 250 جرام مع تواباكو الزبدة نضوبوها حتى لي كالكشكوش تطلع الفوق وتعمل كوش ونحيوها نصفيوها مش يجينا زيد هكا ولكن ما تحبوش تعملوا زبدة هو المستحسن ونستعمل السمن انت وكيفاش تقع هما في البلدان الشرقية يقولولو سمن وهذا السمن هو الزبدة الحيوانية لديكم الحال اليوم اعملت الزبدة اللي نحيت منها الحليب علش نحيو الحليب بيش تجم تقعد لنا اكثر وقت ومت وحلوه متاعنا بيفسدش هذي هي رزولتات فنال وعيتولو بالفرنسي انتم وشنوها تحبو هنا اخذت زيدا 200 جرام فوزة قرحيتو ومكين معون مش نستحق بلاتون دخله الفور انا اخذت بلاتون صغير كمية اللي بيش نستعملها ومش نستحقو عود عود بيش نلوي فيه البقلاوة المبرومة العود هذي انا ما عنديش واحد معناها الاستعمال للبقلاوة دونك عملت واحد في الدار انتي وشنو عندك انا رقيت عندي هذوم اللي حتى نسيت لشنو وشريتهم دونك لميتهم هكا زوزة عمتنهم سكوتش وبعد تلافيتهم في البابير فيلم اللي نستعملوا في الكوجينة ولكن ما عندكش العودك من هكا تجو متخذاك العودة نعمل فيهم احنا البروشت متاع الحام للبابيكيو وتلافوهم د صورة اس كامل كمزادة بالسكوتش سينو عندكم زيدا هذوما العودة ههوما سيدة باي متاع جو تجمو زيدا كيف تلموهم هكا لتعملوا بيهم لتستعملوا في لفين البقلة والمبرومة لذلك هذوم حلول تستعملوهم لتحضروا الماتيريال اللي باش نستحقوه باش نستحقو فوشة باش ندهنوا بها الوراق اللي فيلو ومغرفة سهلة مهلة تتشوفوه مدخش برشا وقت حاجة الوحيدة اللي ستعملوا انتباهكم فاعلة هي الباتفيلو تشيخ فيسا معتك باش نحلوا الباكو لازمنا فيسا فيسا نسكروه ناخدو الوراقات اللي باش نستعملوهم والالاخرين نسكروهم في مندلة باش يقعدوا ديماء اميد وميشيحوا الناس ويتكسروا وبعض يعظمونا في استعمال متاحا نحلوا الطواب باش ناخدو كل استعمال شنستعملو فيه ثلاثة طبقات باش نستعملو باش نستعملو ناخدو الزبدة ونبدو نتبه كم ارغة تبقى التعافي مرحة ونبدو ونبدو في المتالة بزيتر وضع القطينة في الكيف الموسيقى لدينا مجرد 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 ونضع الرشو عليها الفصدق نقوم بتعمل الوزن ونلفوها عليها نقوم بتعمل الوزن نقوم بتعمل الوزن نقوم بتعمل الوزن نقوم بتعمل الوزن نضع لها اكت الزبدة نضعها بالقدار ندخلهم المدة نقوم بتعمل الوزن 16 دقيقة على درجة 180 في فرن عادي سخانة من فوق اللوتا ولا سخانة بالمروحة انت والفرن الذي لديك سوف تعمل اليوم كالعادة لن تحركوش وكان الفرن تطيب الاطلاس الدخلاني أكثر من البرانية لا تنسوا تقلبوا الطبق متعكو ندخلوا الطبق بالفرن هذه البقرة والمبرومة بعدما تابت عندما خرجتها من الفرن صبيت عليها الشحور الذي انا خذرته الشحور يجب أن يكون سخونة والبقلية يجب أن يكون سخونة تحذير الشحور مبعضنا في عدة وصفات للتذكار اخذت 150 جرام سكر وعليهم 125 جرام ماء وعليهم أعصر قرص انا نقصها لكم لكي نهريكم النتيجة البقلية والمبرومة يجب أن نضيف الشحور يجب أن نضيف كل من المنزل الشحور يجب أن نضيف الشحور نضيد عليهم مرشة فسطق وما تتفز بلقريك عبدالنه تاكلوا صحة بشفة للكم مبروك اشتركوا في القناة